بيجدبوا الكتبة ويصدقوها وكل فنان ما ورهوش حاجة يقول أنا خدت الدكتورال الفخرية وما حدش عارف خدها منين ولا إيه حكايتها وأبرزهم محمد رمضان وآخرهم سومية الخشاب اتصدرت الفنانة سومية الخشاب الترند على سوشيال ميديا بعدما أعلنت حصولها على الدكتورال الفخرية من منظمة تابعة للأمم المتحدة وبدأ المتابعين يستغربوا حصول سومية عليها خاصة أنها ملهاش أي جهود مجتمعية ولما بحثوا عن اسم المؤسسة لدت سومية الخشاب الدكتورال الفخرية لأ قلنها ملهاش علاقة بمنظمة الأمم المتحدة وبدأ المتابعين يفتحوا موضوع الدكتورال الفخرية وقالوا عنها إنها فانكوش والفنانين بيدفعوا فلوس للمؤسسات والمنظمات عشان ياخدوها ويبقى اسمهم خادوا الدكتورال الفخرية خاصة أن سومية الخشاب مش أول واحدة من الفنانات تعمل كده فيترى إيه حكاية الدكتورال الفخرية مبدئيا كده الدكتورة الفخرية شهادة بدون رسالة أو رسالة يعني تقدر تقول كده أنها دكتورة شرفية المؤسسة أو المنظمة بتديها لشخص معين تأديرا لمجوده في مجالات معينة سواء إنجازات اجتماعية أو علمية ودايما الفنانين بيظهروا ويصدروا فكرة أنهم بقوا معهم الدكتورة الفخرية من غير أي إنجاز مجتمعي أو علمي عملوه وأبرزهم نامبر وان محمد رمضان واللي سبق وتصدر اسمه الترند واللي سبق وتصدر اسمه الترند بعد ما تم الإعلان عن منحه الدكتورة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي ولقبه وقتها بسفير الشباب العربي نشر رمضان وقتها صور تكريمه على صفحيته على الفيسبوك وعلق عليها وقال أفضل دولية كمان نشر صور لشهادة الدكتورة من المركز استقافي الألماني الدولي في لبنان وشهادة تانية باسم سفير الشباب العربي من نقابة المصرح والإذاعة والسينما ونقابة محترفة الموسيقى والغناء وقتها حصل جدل كبير لأن الجمهور كانوا ياخد موقف من نمبر وان بسبب اللي عملوا مع الطيار الراحل أصرف أبو اليسر وبقوا مستغربين إزاي المؤسسة ادتوا الدكتورة الفخرية بعد اللي حصل وبعد الجدل الكبير اللي حصل والهجوم على المؤسسة طلعت وزارة الخارجية الألمانية اتبرأت من المركز الثقافي الألماني الدولي وقالت إنه ملوش علاقة بالحكومة الألمانية نهائيا مش بس كده ده كمان المركز نفسه طلع وصرح بأنه قرر يسحب الدكتورة الفخرية من محمد رمضان وكمان هيسحبه منه لقب سفير الشباب العربي بسبب قضيته مع الطيار أشرف أبو اليس والواضح كده إن الفنانين ماخدوش عبرة من اللي حصل مع محمد رمضان ففجأة ظهرت الفنانة سومية الخشاب بعد اختفاء من الأعمال الفنية وهي لابسة الروب ومسكة الشهادة في قديها وبتقول إنها خدت الدكتورة الفخرية من منظمة تابعة للأمم المتحدة لكن لما المتابعين بحثوا عن اسم المنظمة لقوا إنه ملهاش أي علاقة بمنظمة الأمم المتحدة وده اللي خلى المتابعين يربطوا ما بين واقعة سومية الخشاب وواقعة نمبر ون لأن الاتنين قالوا للجمهور إنهم خدوا الدكتورة الفخرية من جهات تابعة للدول نفسها لكن ده ما كانش الحقيقة واكتشف الجمهور والمتابعين الموضوع وتحطوا في موقف محرك جدا وبقى الجمهور حاسس إن الدكتورة الفخرية بقت موضة جديدة للفنانين بيحاولوا يصدروا دايما إنهم خدوا الدكتورة الفخرية عشان يزودوا شعبيتهم عند الجمهور وده اللي خلى الجمهور يحس إن الدكتورة الفخرية فانكوش وبتحكوا بيها على الناس مقابل إنهم بيدفعوا مبلغ مالي للمؤسسة وده على عكس اللي كان بيحصل زمان لإن الفنانين زمان كانوا بيخطوا الدكتورة الفخرية عن استحقاق زي الفنانة فاتن حمامة والفنان نور الشريف والفنانة نادية لطفي والفنان يحيا الفخراني شاركنا وقل لنا إي رأيك في الدكتورة الفخرية اللي تم منحها لسومي الخشن